تلاقي النهاردة مثلا تتويج لمنتخب مصر الكورتلياد مثلا ده عسبيه المثال هو في دولة بتغرق منتخبها يبقى كده مثلا في كورتلياد مثلا يعني فيحصد الميدليات طول الوقت البطولات طول الوقت المنتخب المصري هعمل ايه؟ جاب بطولة أمم إفريقيا للمرة التسعة لا ليست الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة المرة التسعة بعد ما فاز على الجزائر بالنتيجة اللي حضراتكم أكيد عارفينها 29 و 21 فيتأهل المنتخب كورتلياد المصري المنتخب الوطني بتاعنا لأولمبياد باريس إن شاء الله 20-24 رسمي الرئيس يهنئ المنتخب زي ما تم النشر الحقيقة ونشرها المتحدث أكيد لرئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهي موجودة قدام حضراتكم على الشاشة نصها كالآتي أهنئ منتخب مصري لكورتلياد على الفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي والتأهل لأولمبياد باريس 20-24 مشيدا بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب تحت القيادة المتميزة للجهاز الفني حيث أصبح منتخب مصر لكورة اليد نموذجا للنجاح والبقاء على القمة مع عظماء اللعبة كما أعرب عن تمنياتي بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في جميع الألعاب والبطولات من أجل إسعاد الشعب المصري العظيم من ناحية تانية هنا طبعا بتنتهي تهنئة فخامة الرئيس ترجمة نانسي قنقر